والنهاردة كان النائب محمد أبو العنين كمان موجود بيحضر قمة المناخ في دبي كمان النهاردة راح القنصلية المصرية في دبي والتقى طبعا بالمصريين وبالجالية المصرية الموجودة في دبي ولقاء نائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب عمل النهاردة كمان زيارة بيتابع طبعا ومع في ما يتم طبعا على في هذه الانتخابات في القنصلية المصرية في دبي وزي بقول لكم يمكن كل موجود في دبي فطبعا مع السفير أشرف أديب وعضاء اتحاد الجاليات مع النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب أمام طبعا في مقر القنصلية المصرية في دبي متابعة سير العملية الانتخابية اليوم التالي أو التاني للانتخابات في دبي وحضور كبير جدا بمناسبة لمصرين في دبي من مبارح للنهاردة يعني أعداد كبيرة جدا تتوافد على مدر الساعة لمقر القنصلية المصرية في دبي وكالنائب محمد أبو العنين كان موجود النهاردة في طبعا دبي وزار طبعا القنصلية المصرية ويلتقى طبعا بأعضاء الجالية وابناء الجالية المصرية وكمان الناس اللي جايين أو الأعضاء الجالية اللي جايين واللي هم حق الانتخاب موجودين مع السفير أشرف أديب والقنصل العام وأعضاء طبعا الاتحاد الجاليات المصرية في الموجودين في إمارة دبي وطبعا يستمع إلى شرح من بعض أعضاء أحد أعضاء الجالية المصرية وتقديم الشكر النهارة محمد أبو العنين على أيضا وجوده وحرصه لأنه بيشارك الراجل رايح قمة المناخ بقاله من يوم الخميس هناك وطبعا بعض أيضا يعني أعضاء أهلنا الموجودين في دبي بيسلموا على النهارة محمد أبو العنين وأيضا موجودين داخل هذا المقر القنصلية المصرية وعمل عدة لقاءات خلال وجوده أيضا ويتابع سير العملية الانتخابية في مقر البعثة المصرية والقنصلية المصرية في دبي ومرة أخرى كانت زيارة النائب محمد أبو العنين النهاردة خلال تواجده أيضا في دبي لمشاركة في قمة المناخ والتقاط العديد من الصور واللقطات مع مجموعة من المواطنين عضاء الجالية المصرية الموجودين في دبي وترحاب من طبعا قنصل مصر في دبي وعضاء القنصلية المصرية والسلك الدبلوماسي في قنصليةنا في دبي كانت دي زيارة النائب محمد أبو العنين النهاردة إلى القنصلية المصرية في دبي وتفقد سير العملية الانتخابية في دبي طبعا وزي نبول الحاكو يمكن طبعا هو نائب محمد أبو العنين صوته هنا في الجيزة طبعا وبالتالي هو كان نهاردة لتفقد سير العملية الانتخابية وليس التسيط ولكن متابعة العملية الانتخابية وده ايضا امره بيبقى مهم كمان انه بيشوفوا بيشكروا الناس وبيحييهم يقدم لهم الشكر لانه فيه تسهيلات كبيرة جدا ومشاركة كبيرة جدا وبالتالي ايضا وكيل مجلس النواب بيقدم الشكر لكل المصريين الموجودين في دبي اللي كان عندهم حرص شديد جدا على توجدهم وعلى انهم يتوجهوا للإدلاء بأصواتهم